حاليا انت رح تمر ببداية جديدة ممكن يكون ايضا مع شخص عم تفكر فيه ولكن في بداية جديدة رح تصير بينك وبين هالشخص في رحلة جديدة رح تمر فيها واذا انت خايف من العلاقة بينكم او خايف من الارتباط مع هالشخص او خايف من الامور تكون بينكم جدية همشوف انه بيحكي لك هون في حماية الهية للك او معك يعني الكون عم يحميك الله عم يحميك بكل خطوة عم تتخذها حاليا والوضع بينكم مش رح يكون رح يكون في بينكم احتفالات رح يكون في بينكم حتى نوع من الصداقة لانه تحكي عن فان تايمز او اوقات مريحة ففي بينكم رح يصير الوضع رح يكون عفوي اكتر من ما هو جدي يعني في عندك بداية جديدة رح تصير رح تكون مليانة بالتفاؤل فقط بدك تتمحل ورج القوس ما تتسرع باتخاذ القرارات هادي كان بالنسبة لكروت النصيحة بالنسبة لطاقتك انت برج القوس في حاليا عم تمر بالتستنج اريا او بفترة امتحانات او اختبارات سواء كان بشخصيتك سواء كان بعلاقتك سواء كان مع الحبيب ممكن تكون انت حاليا عرضة الى التمتيشنز ايضا او حاليا انت ممكن تكون عرضة الى اغراءات الحياة ايضا بدك تنتبه من العادات السيئة يعني ممكن تكون انت حاليا محوط بعادات سيئة سواء كانت من لست او شغف تجاه الشخص او اشياء يعني او علاقات جنسية او سواء كان من ادمان على مخادرات او اشياء مثل هيك بدك تنتبه من اي اغراءات او اي اغراءات لانه انت حاليا عم شوفك بمطرح محدود فيها الى انه اذا مش هيك الوضع بالنسبة للك انت في شخص بحياتك حاليا انت منجثب جسديا لالو بطريقة كتير عالية عم تحس انك مربوط فيه روحانيا عم تحس انكم مقيدين او مربوطين ببعض ولكن عم شوفك فيه نقطة او فيه وضع سارم او فيه قرار اخترته وما بدك تتنازل عنه يعني فيه نقطة عندك هون في عندك الستيك هاي وعندك السيفون يعني انت ماسكهم ومش استعد تنازل عن قرار او عن اختيار انت اخترته عم تعامل الوضع بطريقة كتير قاسية او كتير منطقية برغم المشاعر اللي انت عم تحس فيها عم شوفك الى انه عم تتخذ الطريق العقلاني او عم تتخذ طريق تحليل الامور اكتر بما انه تعتمد على العواطفك بالنسبة للحبيب او الشريك اللي عم تتعامل معه عم يحس انه انظلم لانه فيه عنده كون جاستس فهالشخص بده بالعلاقة يكون فيه توازن بالاخذ والعطاء وهو بيحس انه للبعض منكم اللي منفصليا هو بيحس انه ما كان فيه توازن بالاخذ والعطاء والعلاقة هو اللي كان بيعطي اكتر بالعلاقة بيحس هيك فهو حاليا بفترة راحة او وقت مستقطع عم يحاول يستشفي فيه عم شوف ايضا انه هو ممكن يكون اكبر منك بالسن فيه بينكم فرق بالسن ممكن يكون هو اكبر منك بالسن او ممكن انت بتحس انك ممكن تعتمد على هالشخص ايضا بمعنى انه بتحترم بتحترم قراراته او بتحترم اراءه او هالشخص اثبت لك انه هو متوازن بياخذ القرارات او بيحلل ايضا القرارات بطريقة منطقية فهو حاليا عم يشوف انه انضلم بالعلاقة وعم يحاول يستشفي بالنسبة لخطواتك انت بالمستقبل عم شوفك في عندك امنية ممكن بدي احكي على الابراج اللي عم تتعامل معها لانه دائما بنسى الابراج ابركز على طاقة اكتر من الابراج الابراج اللي ممكن عم تتعامل معها ممكن تتعامل مع برج الميزان ابراج هوائية ايضا في عندك برج الجوزع والغالبية ابراج هوائية ابراج مائية بس بتوقع هوائية لانه الميزان هوائي الجوزع هوائي فبتوقع البرج اللي عم تتعامل معه يكون هوائي او في كتير طاقة هوائية بيعنده بالخارطة الفلكية بالنسبة لخطواتك بالمستقبل انت عم تشوف هالشخص عم تعتبره سول ميت او عم تعتبره رفيق درب ايضا بالمستقبل برج القوس رح تنحط بمطرح انه بدك تختار بين شيئين او بين شخصين لانه The Lovers بيحكي على سول ميت ولكن ايضا بيحكي عن اتخاذ قرار بين شخصين او بين شيئين متل Two of Pentacles تعتبر حاليا ولكن عم شوفك عم تبعد عن اشي معين او بالمستقبل في نوع من ال انت انت عم شوفك انت متفائل اكتر بالوضع لانه عندك طاقة الطاقة تشبه طاقة برج القوس كتير لانه برج القوس دائما متفائل سريع اذا صار اي اشي بسرعة 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 بتتعافى منه طاقتك بالمستقبل عم شوف انه انت يعني بدك تاخد صعب عليك انك تاخد قرار لانك بدك الامور تضل كتير عفوية ما بدك الامور تكون جدية وانك تاخد قرار بين شخصين او بين شيئين ايجي يعني كتير جدية بده بحتاج طاقة كتير سارمة منك عم شوفك لكن بدك تروح في طريق او امنية بدك تحققها ممكن ايضا عم تتجاهل مشاعرك انت ممكن بالمستقبل رح تتجاهل المشاعر وتختار المنطق اكتر من المشاعر يعني رح تبعد عن عرض حب او عن شخص اعتبرته امنية بحياتك او كان بدك توصل اله ولكن عم شوفك عم تبعد عن الوضع لانه بتحس انه صعب او صار في بينكم بلوك او صار في بينكم عائق كبير مش عارف انت تحله هلا من نسبة لطاقة الحبيب او الشريك بالمستقبل عم شوف عنده تفاهم اكتر للوضع ولكن هالشخص ما بيحب يخسر بمعنى انت عم تتعامل مع شخص عنيد وبدو العدالة ممكن هالشخص بدو اعتذار منك ايضا لانه عندك فهالشخص متمسك برأيه ومش رح يتنازل ام شوفو هون ما بدو يتنازل عن رأيه لانه عم يحس انه اساسا من البداية انظلم باشي معين او انت ظلمتو او العلاقة بينكم ظلمتو عاطفيا فهو بيحس انه بدو نوع من الاعتذار او بدو عم يركز كتير على التفاصيل الصغيرة ايضا هالشخص يعني عم يركز على الحكي اللي عم تحكي معه على اي اشي اي كلمة بتحكيها هالشخص بيحللها كتير بيفكر فيها كتير بيدرسها كتير بيدرسها كتير طيب بدنا نشوف انت هل بتعد عن هالشخص يعني او بالمستقبل هال رح تقرر انك تبعد عن هالشخص فعلا او هل انت في طريقك الى هالشخص يعني كيف الكون مرتب لكل امور بدنا نشوف اول اشي طيب همشوفك انت انت بدك وقت مستقطع امشوفك بدك فترة هدنة مع هالشخص في امشوفك بالفعل يعني بالمستقبل طاقتك لانه هون بيحكي لك سلو داون ذكرت النصيحة بالبداية بس حكينا كان فيها سلو داون بدك تتمهل قبل ما تاخد قرار انت بالفعل بدك تتمهل لا تاخد قرار لانه عندك فترة انت وهو بنفس الطاقة اذا بتركز نفس الكرت اجاكم بس هو حاليا بها الطاقة يعني هو حاليا عم يستشفي بها الطاقة انت ممكن تكون مشغولة باشياء حاليا بحياتك ولكن في المستقبل انت اللي طاقتك رح تكون نفس طاقته حاليا يعني انت اللي رح تستشفي او بدك وقت مستقطع طيب بدنا نشوف يعني نبين انه انت بدك تبريك من الوضع بدنا نشوف الحبيب هل ناوي يقوم بخطوة او بالتواصل اتجاهك او شو هو العائق بينكم يعني بدنا نوضح طاقته بالمستقبل اكتر بشكل عام فهالشخص بدو تواصل معك ام شوف وبدو بدايات جديدة معاك ولكن ام شوف انه البدايات الجديدة اللي هالشخص بدو اياها بدو تكون ملموسة يعني هالشخص عم شوفه ما بيحب ما بيحب الحكي او بدو الاشي تكون منصفة يعني العلاقة بدو اياها تكون جدية بينكم عم شوف ايضا هو عم يحس بمنافسة كتير ممكن انت تكون برجو قوس محوط او حواليك اشخاص كتير اصدقاء كتير وهالشخص عم يحس انه في منافسة بينه وبين الاشخاص الاخرى مشان هيك هو استحب حاله بين العلاقة عم شوف هون او عم يحاول يبعد لانه هالطاقة مش كتير بتعجبه ايضا بيشوف انه الحكي دائما بينكم لانه هاي ورقة التواصل ورقة communication فالحكي دائما بيشوف بينكم كل ما بيصير في بداية جديدة بيصير في بينكم touch conflict مشاكل نزاع بالحكي مخاصمات مجادلات بالحكي بيشوفك هالشخص متهور بالحكي او سريع بالحكي او ما بتفكر كتير او ما بتفلتر الحكي كتير قبل ما تتحكي وانت يعني برج ناري اللي بقلبك على لسانك بتحكيه على طول بما انه هو مبين انه برج هوائي فبيحب يحسب كل اشي قبل ما بيحكي فيه فعم شوف انه انتو الاثنين روحانيا كتير متواصلين مع بعض ممكن ما يصير فيه بينكم حكي بالفترة القادمة الى انه عم شوفكم عم تستشفوا وهالشخص عم يحس انه انضلم معك او هو كان كتير جدي بالعلاقة وانت كنت عفوي مثلا لانه مبين انه فيه اوراق مختلفة بينكم اوراقك اصغر من اوراقه فهالشخص ايضا عنده تخوف من انه يقوم باي خطوة او يصير فيه بينكم اي تواصل لانه دائما كل بداية جديدة بيصير فيها كونفلكت وبيصير فيها تتش بالتواصل فانتو في عندكم عدم تفاهم اما شوف في عندكم عدم تفاهم كتير كبير فبيحتاج الى مرونة من برج القوس بيحتاج منك انك تكون مرن وتفهم هالشخص جاي من وين يعني مش فقط اي اشي بتحسه بتحكيه على طول يعني ممكن اشيه انت ما تفكر فيها ولكن ممكن تجرح الطرف الاخر او تحسس منها الطرف الاخر وعمشوف الطرف الاخر بيحتاج انه يكون منفتح اكتر بدل من طاقة الهدوء او عدم الحكي بده يعبر اكتر فعمشوف انه بالمستقبل افضل اشيه العلاقة المشتركة بينكم افضل اشيه اللي ممكن تساوه حاليا في المستقبل انه تركز كتير على تواصل بدك تركز كتير على التواصل مع هالشخص تنتبه على نوعية الحديث او الحكي اللي بتحكيها مع هالشخص لانه الكونفلكت بينكم او النزاع بينكم او الامور الصعبة بينكم لانه في عندكم كتير عدم تفاهم من ناحية الحديث او من ناحية الحكي اموشنلي عاطفيا كتير قريبين من بعض روحانيا كتير متصلين ببعض بس عقليا بالحكي بتفاهم العقلي كتير في بينكم صدام تصادم في كتير بينكم تصادم فافضل حل بالمستقبل اذا صار بينك وبين هالشخص لقاء او حديث لانه مبين انه انت بدك معه بداية جديدة وهو ايضا بده بداية جديدة ولكن دائما تنتهي بنزاع او بكونفلكت فهو خايف انه يتخذ قراره فالافضل انه فقط تنتبهوا على طريقة الحديث مع هالشخص اوكي حبايبي برج القوس بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحط لي لايك وكمنت شار وسبسكار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر